اشتركوا في القناة هذه الرؤية الجميلة التي تبشرني بأنني في الفترة القادمة سأكون من أسعد الناس وكأن هذه الرؤى تأتي للشخص المحزون أو المهموم أو الذي به كرب أو ضيقة أو إلى آخر فهناك رؤى تبشره إن شاء الله تبارك وتعالى بالسعادة في الفترة المقبلة أول رؤية معنا وهي رؤية العثور على سكر جميلة جداً الرؤية دي حينما أرأني عثرت على سكر هذه الرؤية جميلة جداً تبشرني بالسعادة في الفترة القادمة رؤية البنت العزباء أنها تزور جرها في المنام هذه الرؤية تبشرها بالسعادة رؤية توزيع الخبز على الفقراء هذه الرؤية تبشر الرأي بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية السور الأبيض أو السياج هذه الرؤية تبشر المرأة بالسعادة إن شاء الله قضية المرأة حينما ترى في المنام أنها ترقص لزوجها في المنام هذه الرؤية تدل على السعادة ولكن بشرط ألا يكون هناك موسيقى صاخبة أو ستعالي أو إلى آخر هذه الأمور فالرقص بالنسبة لأي شخص لا سيامة المرأة وهي ترقص لزوجها إذا كان بدون موسيقى هذه الرؤية تبشرها بالسعادة رؤية الأب والأم وهم يعني في الطواف في الكعبة أو أنهما يعتمران هذه الرؤية تبشر الرأي بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى قضية النكاح والجماع بين الزوجين مع الشعور بالسعادة في المنام هذه الرؤية تبشر الرأي بالسعادة رؤية أي نبي وهو يبتسم هذه الرؤية تبشر الرأي بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى لأننا لما بنجي نقول مثلا رؤية سيدنا يوسف وهو مبتسم يوم واحد تاني يسأل طب لو أنا شفت نبي تاني لا هي أي نبي رؤيته في المنام بداية خير أما قضية الابتسامة وكأنك ستتلقى خبر سعيد مفرح في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية ملابس الملك ملابس الحاكم ملابس الأمير هذه الرؤية تبشر الرأي بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى البنت العزباء وهي طرأ أنها في المطبخ وتعد كوب من الشاي هذه الرؤية للبنت العزباء تبشرها بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى الرؤية اللي من الممكن الرأي لما يشوفها يفزع ويخاف منها رؤية جرح الوجه قضية جرح الوجه في المنام ويسيل منه الدم هذه الرؤية تبشر بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى آخر رؤية للمرأة الأرملة والمرأة المطلقة حينما ترى أنها تصنع شوكولاتة في المنام أن ينكلنها هذه الرؤية تبشرها بالسعادة وبصلاح الحال إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة